خطوة جديدة تخطوها الشرعية هذه المرة في طريق إعادة ترتيب المؤسسة الأمنية والعسكرية والتموضع أكثر في المناطق الخاضعة لسلطة الدولة دلالات كثيرة تحملها زيارة الرئيس عبدربو منصور هادي لمدينة المكلة لعل أهمها للطلاع على أوضاع المحافظات المحررة عن كثب وتطبيع الحياة وعودة الخدمات التي تم تدميرها من قبل التنظيمات الإرهابية في أكثر من منطقة خلال الفترة الماضية زيارة رئاسية هي الأولى إلى عاصمة حضر موت إلا أنها وبحسب مراقبين تأتي في سياق الوقوف على واقع المحافظة واحتياجاتها الخدمية إضافة إلى حلحلة الملفات الشائكة في المحافظات المحررة الأخرى وهو ما يحاول الرئيس هادي المضي فيه من خلال هذه السلسلة المتلاحقة من الزيارات وعلى الرغم من أن حضر موت كانت من المحافظات القليلة التي سلمت من الاجتياح الحوثي إلا أنها في الوقت ذاته لم تسلم من تدعيات الانقلاب الذي أدى لسيطرة تنظيم القاعدة بشكل مؤقت على أجزاء من المحافظة الكبرى في البلاد تمكنت حضر موت بعد ذلك من التعافي سريعا والتخلص من سيطرة القاعدة وعادت عاصمة المحافظة وغيرها من المدن لمسار الحياة الطبيعية أقب حمنة عسكرية أعادت الجيش والأمن إلى المحافظة الأمر الذي جعل الحكومة والسلطات المحلية تشرع في إعادة بناء أجهزة ومؤسسات الدولة تمثل محافظة حضر موت حجر الزاوية في مشروع الدولة الاتحادية التي أعلن عنها الرئيس هادي وهو المشروع الذي لقى رواجا واسعا لدى مختلف مكونات المجتمع الحضرمي ولعل انعقاد مؤتمر حضر موت الجامع دليل إضافي على مستوى وحجم طموح الشارع الحضرمي الذي بدأ التنفس بشكل منتظم وأعاد ترتيب بيته من الداخل ويبقى الاقتصاد إحدى محطات هذه الزيارة خصوصا وأن هناك العديد من الملفات تتعلق بموضوع الشركات العاملة في القطاعات النفطية بالمحافظة إضافة إلى موانئ التصدير للمشتقات النفطية وغيرها من المواضيع التي ظلت ساخنة بشكل كبير خلال السنوات الماضية وما زالت تنتظر قرارات شجاعة لحسمها رسائل عديدة إذن تحملها التحركات السياسية للرئيس هادي في المناطق المحررة والتزامات ينتظرها المواطنون في مختلف هذه المناطق موسيقى موسيقى موسيقى